الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم رؤية زراعة التين في المنام إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تزرع التين والله أعلم علامة عن الحمل عن قريب بإذن الله وكما تدل رؤية زراعة التين في منام التاجر على التجارة الناجحة أو مشروع يدخل فيه يجني منه الكثير من الأرباح والله أعلم كما تدل رؤية زراعة التين في المنام على الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل من المرحلة السابقة لصاحب الرؤية والله أعلم وإذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بزراعة التين يكون علامة على العمل الصالح لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بتقديم التين كهدية لشخص ما يكون علامة على رغبتها في التقرب من ذلك الشخص والله أعلم أو الزواج منه إذا كان هذا الشخص رجل يكون علامة على رغبتها في الارتباط به كما تدل الرؤية على أن صاحب الحلم له مصلحة مع شخص ما الذي يراه في الحلم كذلك تشير الرؤية على الحصول على وظيفة ما جديدة عن قريب إن شاء الله في حياة صاحب الرؤية إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بتوزيع التين في المنام يكون علامة على الأخلاق الحميدة لصاحب الرؤية كما تدل الرؤية على الرزين والعقلنية التي يتمتع بها صاحب الرؤية فإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها توز على الناس التين يكون علامة على العفة والأخلاق العالية التي تتمتع بها تلك الفتاة كما تشير الرؤية والله أعلم على أحداث سعيدة في طريقها للوصول للرأي إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم بتوزيع التين في المنام يكون علامة على أخذ حقوقها كاملة من زوجها السابق والله أعلم إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم ببيع التين لشخص ما يكون علامة على خير كبير يصيب هذا الشخص كما تدل الرؤية على السعادة والهناء والرزق الكبير للشخص الذي اشترى من الرأي والله أعلم كما تدل الرؤية على الصداقة الحقيقية والوفاء شراء التين في المنام علامة على صفقة ناجحة للشخص الذي اشترى التين من الرأي والله أعلى وأعلم إذا رأى النائم في منامه أن هناك شخص متوفى يحمل التين ثم يأكله فهي رؤية محمودة حيث تدل الرؤية على الخير لصاحب الحلم أو لأهل الميت والله أعلم كما تدل رؤية الميت يأكل التين في المنام علامة على العمل الصالح بالإضافة إلى ذلك تدل الرؤية على مساعدة صاحب الرؤية للآخرين بشكل عام تحمل تلك الرؤية علامة على الخير والمنفع لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى النائم في منامه أن هناك شخص ميت يقوم بإعطائه التين يكون علامة على الزيادة في الرزق وفي حال أخذ الرأي من المتوفى تكون إشارة على تحسين الأحوال المالية لصاحب الرؤية والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته